لقد اخترب العالم من نقطة لاعودة الفترة الحالية تشهد انهيار النظام الأمن الأوروبي والأطلسي والولايات المتحدة هي من تقوض الأمن العالمية بانسحابها من الاتفاقيات العسكرية يجرى العمل على تشكيل نظام أمن عالمي جديد وسيكون مرحباً بالجميع للانضمام إليه وحتى حلف الناتو البحث عن هزيمة روسيا التي تمتلك أكبر ترسان من الأسلحة النووية مغامرة قد تتحول إلى مأساة ونقطة لاعودة فارت وشيكا تحذير شديد اللهجة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجه إلى الغرب وهذا خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية اليوم بوتين أدل بتصريحات مسيرة أبرزها بأن العالم يتغير بسرعة كبيرة ولن يعود كما كان من قبل لا في السياسة ولا في الاقتصاد وأن علاقات روسيا مع بعض الدول الأوروبية تدهورت طيب الحديث عن تدهور العلاقات الروسية مع الغرب هناك العديد من الأسباب إلا أن الدعم الغربي لأوكرانيا هو أحد أبرز هذه الأسباب آخر تطورات هذا الدعم كان من خلال توقيع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلنسكي لاتفاقية أمنية لمدة عشرة سنوات تهدف إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا ولكن على الجانب الآخر هناك من يدعم روسيا أيضا تصريح مصير للجدل من وزير الدفاع الكوري الجنوبي في مقابلة مع بلومبرغ قال فيه بأن كوريا الشمالية قامت بإرسال آلاف الحاويات إلى روسيا تحتوي على خمس ملايين قذيفة مدفعية وسبق أن قالت كييف واشنطن بأن روسيا تستخدم صواريخ كوريا الشمالية لمهاجمة أوكرانيا قلق الغرب يزيد من العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية خاصة مع أخبار عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى بيونج يانج فكيف يمكن أن يشكل هذا التعاون تهديدا فعليا للغرب هذا ما سأعرفه من ضيفي معنا من موسكو الكاتب السحفي أندري أنتيكوف مرحبا بك يعني بوتين حذر الغرب من أنه يقترب من نقطة لا عودة وقال بأن البحث عن هزيمة استراتيجية لروسيا قد يتحول إلى مأساة دعنا نبدأ بأثار هذا تصريح على الصراع الدائر حاليا في أوكرانيا نحن نرى أن أدول الغربية دائما تزيد الرهانات ستكون هناك الأعمال القتالية في أوكرانيا بل قد تتحول الأمور إلى أقصى خطورة هذا هو تحذير للرئيسة الروسية في نفس الوقت ما قاله بوتين لما يبدو لأول مرة قدم الشروط لإنهاء هذه العمليات القتالية في أوكرانيا ويقول بأن باب الحوار لا يزال مفتوحا يمكن أو دخول أو عدم دخول إلى هذا الباب هذا الخيار أمام الدول الغربية وأمام أوكرانيا نفسها بصراحة لا توجدونك تواقعات خاصة بخصوص المقترحات السلمية نحن قد سمعنا الراد فعل من قبل الدول الغربية من قبل الناتو من قبل أوكرانيا لحتى هذه اللازة كلها ترفض المقترحات للرئيسة الروسية ولكن الخيار الثاني هو استمرار الأمليات القتالية الروسية لن تتخلى عن مهامها لن تتخلى عن مصاليها فلذلك أيضا مستعدة لزيادة الرهانات من جانبها فهذا هنا نحن أمام سيناريوين فقط سيناريو سلمي وسيناريو أكثر التشدد أندري بوتين أيضا حضر من أنه الدعوات إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والتي بدورها تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية تظهر مدى المغامرة الغربية هل ترى أن تهديد النووي اليوم أصبح أخطر من أي وقت مدى؟ صحيح بسبب أن لا يمكن فرض الهزيمة الاستراتيجية على روسيا ضمن فرض الهزيمة الاستراتيجية على جميع دول العالم إذا فكرت تدول الغربية يعتقد تدول الغربية بأن يمكن فرض الهزيمة العسكرية على روسيا فلا ننسى أن لدى روسيا العقيدة العسكرية العقيدة النووية موجودة على طاولة حتى روسيا يمكن في نهاية المنطقة تلجي إلى استخدام الأسلحة النووية طبعا هو سيناريو الاستثنائي سيناريو لا سمح الله يحدث ولكن لا ننسى أن فعلا توجد لدى روسيا الأسلحة النووية من جديد أود أن أعيد إلى فكرة زيادة الرهانات إلى أي مدى سيستمر ذلك إلى أي مدى ستزيد دول الغربية بزيادة الرهانات إلى أي مدى سترود روسيا بنفس الخطوات إلى أي مدى هذا السؤال مطروح لذلك على ما يبدو بوتين يقول كما ذكرت نحن في مفترق طرق ويمكن أن نجي باتجاه الخيار السلمي أو يمكن مجددا أن نزيد الرهانات لحتى المستويات غير المسبوك المستويات ربما لا أحد يعلم ما نهايتها طيب أندريه خلينا نحكي اليوم عن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية التي تشهد تطور كبير وملحوظ في المجال العسكري هناك أيضا اتفاق بين البلدين بيتسليم كوريا الشمالية لروسيا خمسة ملايين قذيفة هل بتشوف أن هذا التعاون العسكري اليوم بين البلدين وصل إلى مرحلة تستدعي الرد الغربي وتحديدا الأمريكي بشكل حازم؟ أنا أعتقد أن المطاف ما يحصل ما بين روسيا وكوريا الشمالية ما بين روسيا والصين ما بين روسيا وإيران هو نتيجة السياسة لأدول غربية بسبب أن في المطاف لو لا هذه السياسات في أوكرانيا لما كان هناك مثل هذا التقارب نعم كوريا الشمالية كان ولا تظل شريكا مهما بالنسبة لروسيا يوجد هناك تعاون في كثير من المجالات بما في ذلك مجال العسكري ولكن هذا التقارب غير المسبوقة قد حصل نتيجة السياسات لأدول الغربية في أوكرانيا من جانبها روسيا دائما تقول نحن منفتحين للحوار نحن مستعدين للتفاوض ولكن إذا استمرت أدول الغربية بمثل هذه السياسات يدين الشركاء في الشرق في آسيا فتلك الشركاء مستعدين لتعاون مع الجانب الروسي ولكن هذا التسليح يعني تسليح كوريا الشمالية لروسيا بملايين القدائف هل سيشكل ضمانة للتحديات الأمنية التي تواجهها روسيا بظل التوترات الأقليمية والدولية المتزايدة؟ بصراحة روسيا دائما نافت أي حصول الأسلحة من كوريا الشمالية فلذلك أنا أعتقد أن في المطاف ما يحصل من وراء بواب المغلق سيبقى وراء بواب المغلق بين الزائمين من كل لروسيا وكوريا الشمالية ولكن نعم نحن نرى أن في المطاف يوجد هناك هذا تقارب بين الدولتين ويوجد هناك ازدياد في التعاون العسكري فمن يعلم إلى أي مدى سيتحول إلى أي جهة سيتحول هذا التعاون العسكري وكيف سينعكس على تطورات الهداث على صحة القتال في أوكرانيا وفي غير أوكرانيا بسبب أن أذكر مثلا نقطة المهمة قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا بوتين قال بأن من الممكن لروسيا في دو استمرار تصليح الجانب الأوكراني من قبل أدول الغربية من الممكن لروسيا أن تصلح الدول الثالثة التي تواجه الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية من بينها على ما يبدو يمكن أن نستنتج من بينها هي كوريا الشمالية فلذلك يمكن أن نفترض أن التعاون العسكري سيكون ثنائيا يعني على ما يبدو يوجد هناك شيء يمكن أن تقدمها كوريا الشمالية لروسيا ولكن توجد هناك النقاط أو أشياء التي يمكن أن تقدمها روسيا لكوريا الشمالية كوريا الجنوبية أيضا أعربت عن القلق الكبير من الأنباء التي تتحدث وسمعنا عنها عن زيارة محتملة للرئيس الروسي لكوريا الشمالية ما الأهداف المتوقعة من زيارة الرئيس الروسي إلى بيونج يانج وأيضا لماذا هذا القلق من قبل كوريا الجنوبية طبعا كوريا الجنوبية دائما قالقة من أي تقوية للمواقف لكوريا الشمالية أي الزياد لقدرات المحتاملة العسكرية والاقتصادية لكوريا الشمالية في هذه الأزمة مستمرة منذ الأقود فلذلك لا يريد أن تستمر خلال الأقود الإضافية فلذلك يوجد هناك قلق المتبادل في نفس الوقت أنا أود أن أذكر مثلا بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإجراء المناورات العسكرية أيام زيارة الرئيس الروسي لكوريا الشمالية فلذلك توجد هناك رسالة المتبادلة من قبل كلها الجنوبين في نفس الوقت أنا ذكرت سابقا أن روسيا تسعى لمزيد من التعاون مع كوريا الشمالية وذكرت أن هذا التعاون مثمر بالنسبة لبلدين بالنسبة للجانبين فلذلك هذا التعاون العسكري قد ينعكس إيجابيا بالنسبة لروسيا على صحة القتال في أوكرانيا كيف نحن لا نعلم لا أحد يقدم هذه التفاصيل حول هذا الموضوع شكرا لك على كل هذه المعلومات كنت معنا من موسكو الكاتب الصحفي أندري آنتيكوف ترجمة نانسي قنقر